أدى رئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمينة الدستورية لولايته الرئاسية الثالثة متعاهدا بالعمل بدون تحيز بعد فوزه في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية تنظم لأول مرة وسيلي التنصيب في البرلمان مراسم فخمة في قصره بالعاصمة أنقرة يحضرها عشرات من قدر العالم رغم أزمة اقتصادية وانتقادات حادة أعقبت الزلزال المدمر الذي أودى بأكثر من خمسين ألف شخص فاز أردوغان بنسبة 52.8% من الأصوات مقابل 47.82% لمنافسه العلماني كمال كيلجدار أوغلو ويواجه الزعيمة التركية الموجود في السلطة منذ فترة قياسية في تركيا تحديات فورية وكبيرة في ولايته الثالثة على وقع اقتصاد متراجع وتوترات في السياسة الخارجية مع الغرب ترجمة نانسي قنقر